موسيقى صباحكم سعيد مشاهدين وأهلاً وسهلاً بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من قلة الأخبار المغربية أمفانتكاد بمناسبة شهر رمضان المبارك تستفيد 17464 أسرة تنتمي لمختلف الجماعات الترابية بإقليم رشيدية من عملية الدعم الغدائي رمضان 1444 التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن من الصياد وباقي التفاصيل في شهر رمضان الكريم ترجع عملية الدعم الغدائي لتزرع بذور الأمل والخير وسط الأسر المعوزة بإقليم رشيدية العملية سيستفيد منها 17464 أسرة بالإقليم خاصة الأرامل والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عدد الأسر المستفيدة من هذه العملية الإنسانية التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن ارتفع بنسبة 50% مقارنة مع السنة الماضية هذه العملية الإنسانية دات الأهداف النبيلة هي تكرس العناية الملكية السامية التي يوليها صاحب جلال نصر الله وإيادها بفئات في وضعية هشاشة وفي وضعية فقر من المجتمع هذه المعوانات تبارك الله الله مصدر لك رسول الله وكانت تعاون بها في سيدنا رمضان وكانت تعاون المساكين عندنا الياتهم في الدار تنفيذ للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس حصلت كل أسرة خلال هذه العملية على حصة مساعدات غذائية متنوعة وهي مساعدة تضامنية تهدف إلى التخفيق من الاحتياجات الغذائية المرتبطة بشهر رمضان مبارك أعطى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديق يوم أمس انطلاقة شغال بناء سوق جديد لبيع المنتجات الثماكية بميناء مهدية رصد له غلاف مالي بنحو عشرين مليون درهم ويشكل هذا المشروع خطوة مهمة في مواصلة تطوير قطاع الصيد البحري بجهة الرباط سلاء القنيترة التقرير لوليد حمدي أعلوي في إطار توجهات استراتيجية تطوير سلسلة الصيد الساحلي بالمغرب وتعزيز تنظيم تسويق وتوزيع منتجات الصيد وتحسين تثمينها وبغلاف مالي يقدر بنحو عشرين مليون درهم أعطى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محمد صدقي انطلاقة أشغال بناء سوق جديد لبيع المنتجات السماكية بميناء مهدية هذا السوق من الجيل الجديد سيسمح لتكون فيه الرقمنا لأجل البيع وكذلك التتبع المصار الأزماك لترصابلتها وكذلك المراقبة السلامة الصحية ويتضمن السوق الجديد الذي سيقام على مساحة إجمالية تبلغ 1460 مترا مربعا بميناء مهدية يتضمن فضاءات مخصصة لتحديد وعرض المنتجات من أجل عمليتي البيع والشحن وغرفة تبريد للحفاظ بشكل أفضل على جودة منتجات الصيد إضافة إلى مرافق تقنية وإدارية هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز الاستراتيجية التي تهدف تطوير هذا القطاع والمواكبة للعاملين في هذا القطاع لأنه سيحسن الظروف العملهم ويشمل المشروع أيضا تأهيل جزء من السوق الحالي بوحدات تدبير الصناديق الموحدة وذلك على مساحة 260 مترا مربعا ومرفقا مخصصا لبيع السمك السطحي مجهزا بميزان على مساحة 160 مترا مربعا دوليا وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إلى اليوليورك على متن طائرات خاصة أقلتهم الفلوريدا حيث مقر إقامته وذلك عشية مثوله أمام القضاء في منهات في محاكمة تاريخية وتعد هذه المرة الأولى التي توجه فيها هيئة محلفين كبرى تهاما جنائية إلى رئيس سابق وسيمثل الملياردير البالغ من العمر 76 عاما اليوم أمام قاضي في نيويورك ابتداء من الساعة الثانية والربع بعد الزوال أي السادس والربع مساء بتوقيت جرينيتش بشأن التهم المواجهة إليه في قضية أخلاقية هذا وتعيش الولايات المتحدة على وقع ترقب كبير وذلك عشية موتول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة ويحظى الموتول المرتقب لترامب عمام المحكمة بمتابعة كبيرة في الأوساط السياسية والإعلامية التفاصيل في التقرير التالي منذ توجيه هيئة محلفين كبرى في نيويورك الاتهام للملياردير الأمريكي في قضية أخلاقية يحظى الموتول المرتقب للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة في نيويورك بمتابعة كبيرة في الأوساط السياسية والإعلامية ومن جهته يستنكر المعسكر الجمهوري ما يسميه بالاضطهاد السياسي متهما الديمقراطيين بالرغبة في تشويه صورة القاطن السابق بالبيت الأبيض والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة وتعد هذه المرة الأولى التي توجه فيها هيئة محلفين كبرى تهما جنائية إلى رئيس سابق في حدث غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة هذا وتهدد هذه القضية بمزيد من التقاطب السياسي كما تنذر بحملة انتخابية شرسة برسم الرئاسيات المقبلة ارتفع تسعار النفط يوم أمس بعد القرار المفاجئ الذي اتخذه عدد من كبار مصدرية النفط بخفض الانتاج اعتبارا من ماي بهدف رفع الأسعار بعد تدهورها أخيرا القرار يعتبر أكبر خفض للانتاج منذ قرار منظمة الدول المصدر للنفط وشركائها في تحالف أوبيك بلاس في أكتوبر الماضي لخفض مليوني برميل يوميا أمين الصياد والتفاصيل غدت القرار المفاجئ الذي اتخذه عدد من كبار مصدرية النفط بخفض الانتاج عرفت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا القرار يهدف إلى رفع الأسعار بعد تدهورها في الفترة الأخيرة المملكة العربية السعودية قادت خفض المنصقة للانتاج اليومي لعدد من كبرى الدول النفطية رغب ضغوط الولايات المتحدة لزيادة الانتاج الخطوة تعتبرها المملكة السعودية إجراءا احترازيا لتحقيق الاستقرار والتوازن في أسواق الخام وبعد هذا العمل المنصقي من كبار منتجي النفط كان رد فعل السوق فوريا فارتفع سعر النفطين المرجعيين في العالم بحوالي 8% في مستهل التداولات ليعود إلى مستواهم الذي كان عليه قبل اضطرابات القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وفي عقب ذلك قال الرئيس الأمريكي من شأن قرار الدول النفطية القاضي بخفض الانتاج مؤكدا في الوقت نفسه أيضا محدودية تأثيرها عن الاقتصاد الأمريكي وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريح للصحفيين لدى توجهه إلى مينيسوتا للدفاع عن سياسته الاقتصادية لن يكون الأمر بسوء الذي قد تعتقدونه دوليا دائما دفعت روسيا عن نفسها في مواجهة سيل من الانتقادات لتوليها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر أبريل مؤكدة أنها لن تستغل وضعية عهاده وقال السفير الروسي فاسيلي نبينزيا في المؤتمر الصحفي الذي يعقد في بداية الرئاسة الدورية للمجلس نحن لا نستغل صلاحية الرئاسة الموقف الوطني شيء وأداء دور رئاسة المجلس شيء آخر وتولت روسيا سبت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي بموجب القواعد التي تلحظ انتقال الرئاسة دوريا كل شهر بحسب الترتيب الأبجدي للدولي الأعضاء وفي خبر آخر إثر استفتاء غير مسبوق صوت سكان باريس بأكثرية صاحقة قاربت 90% ضد استمرار تأجير الدراجات الكهربائية البخارية وكانت بلدية المدينة قد أرغمت الشركات المشغلة على حصر سرعة هذه الأليات بعشرات كيلومترات في الساعة في 700 منطقة ذات كتافة سكانية عالية التقرير لصفية عثمان سكان باريس صوتوا بأكثرية صاحقة قاربت 90% ضد استمرار تأجير الدراجات الكهربائية البخارية سكوتر إثر استفساء غير مسبوق وفق أرقام نشرتها بلدية العاصمة الفرنسية وأفاد مكتب رئاسة بلدية باريس بأن هذا التصويت الذي أقيمها لحسم جدل محتدم بشأن موقع هذه الدراجات الكهربائية على الأرصفة والطرق في العاصمة الفرنسية اتسم بمشاركة ضعيفة للغاية إذ لم يتخطى المقترعون 8% من إجمالي الناخبين المسجلين وتعهدت رئيسة بلدية باريس احترام نتيجة التصويت بالكامل أيًا كانت كما أنها شاركت في الحملات الانتخابية الرافضة لاستمرار تأجير هذه الدراجات بحجة التخفيف من مصادر الإزعاج في العاصمة وبعدما احتضنتها عام 2018 ستصبح باريس أول عاصمة أوروبية تمنع بالكامل هذه الدراجات في نهاية العقد الموقع مع الشركات المشغلة الخاصة الثلاث في شهر غشت المقبل ويرى رافض هذه الدراجات أنها تتسبب بإزعاج بسبب ترك مستخدميها لها في كل مكان في الفضاء العام كما أنها تنتقل بسرعة كبيرة بمحاذاة المرة على الأرثفة فضلاً عن أثرها البيئي السلبي نظراً إلى الاستغناء عنها في غضون بضعة أشهر فقط من الاستخدام رفض المعلمون في إنجلترا وهم فئة التي تمثل أكبر نقابة عمالية في بريطانيا رفضوا عرض الحكومة بمنح مكافى استثنائية قدرها ألف جنيه أي ألف ومئة وخمسة وثلاثين يورو للعام الفين واثنين وعشرين الفين وثلاثة وعشرين ورفع الأجور بنسبة أربعة فاصل خمسة بالمئة عن عام الفين وثلاثة وعشرين الفين واربعة وعشرين ورد قادة لقابة المعلمين بالقول يظهر هذا العرض غياباً مذهلاً في الحكم على الأمور وإدراك الوضع اليائس لنظام التعليم مقررين القيام بإدراب لمدة يومين ونعود للخبر الوطني حيث شهدت مدينة فاس تنظيم النسخة الأولى من تظاهرة فاس تارتاب تشالينج الرامية لدعم المقاولين الشباب بجهة فاس مكناس التي تطمح إلى الانخراط في دنامية ريادة الأعمال من خلال الاستفادة من إبداعات وطاقات الشباب المحليين محمد الوارديني وروبورتاش التالي لدعم المقاولين الشباب وحامل المشاريع والنهوض بريادة الأعمال نظمت بمدينة فاس النسخة الأولى من تظاهرة فاس تارتاب تشالينج الرامية لدعم المقاولين الشباب بجهة فاس مكناس بمبادرة من حاضنة أنكي بوستر بتعاون مع مكتب تكوين المهني وإنعاش الشغل بجهة فاس مكناس اجتمعنا اليوم للاحتفال بشهرين من عمل المشاركين والمستفيدين تلقينا 55 طلباً واخترنا 30 من أصحاب المشاريع التموحين والشغوفين بعملهم وهناك 12 مشارك شاركوا في المرحلة النهائية هذه التظاهرة مكنت 30 مقاولة ناشئة من تقديم مشاريعها أمام لجنة تحكيب تضم مهنيين ومستثمرين تم انتقاؤهم من بين 55 من حامل المشاريع بهدف الانخراط في دينامية رياضة الأعمال بالمدينة وشهة فاس مكناس من خلالها لاستفادة من إبداعات وطاقات الشباب المحليين إنشاء شركة هو قيمة مضافة لتوفيرها على الأقل ثلاث أو أربع فرص شغل والتي تعتبر أفضل من توفير فرصة عمل لأجير وحيد ومن هذا المنطلق تم إحداث هذه التظاهرة التي تهدف إلى ترسيخ فكرة تطويري وإنشاء المقاولة بالنسبة لخريجين المرحلة النهائية للمسابقة شهدت مشاركة 12 مشروعا سابقا لبعضها أن رأى النور بفضل مواقبة الحاضنة وفق برامج غنية ووجيها تمزج بين التعلم وتنمية المهارات الشخصية وتدبيرية من أجل إنجاز أفكارهم على أرض الواقع بخلق مقاولاتهم الخاصة تفرد طبيعة زعمل قطاع المطاعم والمقاهي التلاؤم مع التغيرات التي تعرفها الحياة اليومية للمغاربة خلال شهر رمضان ويتسم هذا القطاع بتنافسية عالية ويعتمد بشكل كبير على تجربة الزبون والقدر على تكييف عروض المأكلات والأطباق مع الموسم لا سيما خلال هذا الشهر الفضيل لنتابع الروبورتاج صفية عصمان يسود الاعتقاد بأن المقاولات الغذائية والمطاعم والمقاهي قد تعاني من انخفاض في أنشطتها أو أنها تتكبد خسائر مالية خلال شهر رمضان لكن الحال يختلف بنسبة للمطاعم القادرة على تكييف خدماتها وقائمة طعامها وبرامجها حسب المناسبات وفترات السنة من أجل تلبية الطلبات الخاصة للزبناء خلال شهر رمضان ويتضح دور برامج كسب ود الزبناء في احتفاظ المطاعم بنفس الزبناء وجد بآخرين جدد ويصادف بلا شك الوقت المثالي لاتخاذ هذه الخطوة حلول الفترة الصيفية أو قدوم موسم جديد على غرار شهر رمضان الذي يشكل موعداً بالغ الأهمية في الأجندة السنوية لقطاع الأغذية مطعمنا الذي يملك زبائن مخلصين لم يشهد تغييرات كبيرة خلال شهر رمضان لهذه السنة لأننا نتوفر على برامج خاصة بهذا الشهر مع قائمة طعام وتنشيط مغربيين مئة في المئة وسواء أكان المطعم يتطلع إلى تجديد عرض مأكولاته بالكامل أو إضافة بعض الأطباق الخاصة فقد تظل قائمة الطعام الموسمية وسيلة مثلى لتسليط الضوء على الإبداع والاكتشاف وجلب زبناء جدد لذا فهي أداة تسويق ناجعة وفعالة خصوصاً خلال شهر رمضان الأبرك كانت هذه آخر مواد نشراتنا تفاصيل أوفع عن أخبار المغرب والعالم تشهدونها على مواقعنا الإلكتروني شكراً لكم على تيب المتابعة دمتم في أمان الله